يفتتح صاحب السموة الشيخة دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلاحاكم الشارقة غدا فعاليات دورة رابعة من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة على مدى أربعة أيام ويشارك في هذا المهرجان لهذا العام أكثر من ثلاثمائة وخمسة وسبعين مصورا عالميا يقدمون أكثر من ألف ومائة واثنتين عشرة صورة في ثمانية وثلاثين معرضا فرديا وثمانية معارضا جماعية تسرد آلاف الحكايات والتجارب والأحداث من حول العالم ويعقد المهرجان طيلة أيامه ثلاثة وثلاثين جلسة حوارية وسبع عشرة ورشة تجمع ما بين الجانب النظري والعلمي إلى جانب استضافة واحد وعشرين من الخبراء والمتخصصين في مجال التصوير الفوتوغرافية من كبرى الوكالات والمؤسسات الصحفية والشركات الرائدة في صناعة المعدات ومستلزمات التصوير ويستضيف المهرجان ثمانا وأربعين جلسة مراجعة وتقييم للأعمال المشاركة وست عشرة جلسة نقاش جماعية على مدار أربعة أيام تبحث في حسمة من المواضيع المتنوعة في مجالات التصوير اشتركوا في القناة